السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعزائي طالباء وطالباء الصف الساني الاعدادي لمدارس المنتظر قصة معكم الاستاذ عبد الرحمن السيد في مادة الراديات. هنبدأ النهاردة فيديو جديد مع بعض ودرس جديد ودرس التشابه. تعال ابدأ شاهد اسئلة يختلف. يقول لي اذا كانت نسبة التجبير بين مضلعين متشابهين. انا مع بعض ان انا عندي نسبة تجبير ونسبة تصغير وتطاول. طيب. قال لي اذا كانت نسبة التجبير بين المضلعين متشابهين اللي بتسوي كان يكون المضلعين بطورة متطابقات. حصل تطاول. يبقى المضلعين بيسووا بعض. يبقى اذا نسبة التجبير بتاعتي قيمتها بتسوي الواحدة اللي هي قيمة تلك. لكن لو كانت باتنين كنا نروح عليها تكبير. لو كانت بخمسة من عشرة يعني اقل من راحة كنا نروح عليها تصغير. السؤال الثالث المضلعات المتشابهات. قلنا الزوايا المتنظرة تكون متساوية. انما الاضلاع المتنظرة هتكون متنظرة. طيب. السؤال الثالث المربع يجابه تفاعل مع بعض ان كل المربعات متشابهة. المربع كده يجابه مربع. السؤال الرابع. مضلعات متشابهان. النسبة بين طولية دلعين متنظرين يهم يوجد أثنين الى ثلاثة. ايه النسبة من الضلعين يوجدendesين الى ثلاثة. تكون النسبة بين المحيطين محيطيهما. النسبة بين الاضلاع بتسوي النسبة بين المحيطات. يبقى هي نفس النسبة اثنين الى ثلاثة. الصالة الخامس المضلعات المشابهين لسالس. و patio حين عندي مضلعين شبه ثالث يعنيیا المثلث ده مثلا شبه المثلث ده. والمثلث ده شبه المثلث ده. لماذا لو شدت المثلث ده هيكون المثلثين المتشابهات. المثلث المضلعات للمشابهات الثالث متشابهات. طيب. نبدأ مع بعض مسال البرو. بيقول في الشكل المقابل قياس زاوية الف هدان تساوي قياس زاوية بك. والف دان بتلاتة سنطر. والف هدان باربعة ومس سنطر. وبه دان بستة سنطر. برهم ان المثلث الف هدان يشابه المثلث الف به. طب التفاعل عشان نسبة التشابه في المثلثين. هكتفي بس ان انا ازبط الزاوية المتناظرة متساوية او الاطباع المتناظرة متناظرة. طب انا دلوقتي معايا الزاوية. ركز كده معايا. معايا زاوية هدان. اللي هزاوية الف هدان. تساوي زاوية بي. والف هي رقص مشتركة. يعني زاويتها مشتركة ما بين المثلثين. يبقى اكيد ومنطقي ان الزاوية التالتة اللي هي دان. هتساوي الزاوية التالتة اللي هي بي. يبقى اقوله كده بما ان المثلث الف هدان. والمثلث الف به بي. بما ان قياس زاوية هد. اللي هي الف هدان. تساوي قياس زاوية بي. وبما ان قياس زاوية الف مشتركة. ازا هستفادي من قياس زاوية الف دال هد. اللي هي عليها لجمالي. بتساوي قياس زاوية بي. بما انا سابدت كده بنا اضلع الزاوية المتناثرة والتساوي. اقدر اقول له ازا المثلث الف هدان. يشابه المثلث الف بي. وبعد ما سابدت التشابه اقدر هستنتج التناسق. الرغوات التلات شرعة تكسر كده بينهم يساوي. قد اصلا اضلع. الف هي. اللي بيننظره هناك الف. وهي الدال. اللي بيننظره هناك بينه. والف دال. اللي بيننظره هناك الف. طيب. الف هي. الف هي. قيمتها بتساوي اربعة ونص. والف بي. كلها بتساوي تلاتة زاية ستة تسعة. وهي الدال معرفهاش. وبالجيم برضو معرفهاش. بيتساوي الف دال اللي هي قيمتها بتساوي تلاتة على الف جيم. خد بلاك بقى من حتة الف جيم دي. انت الف جيم ما تعرفهاش كلها بس تعرف جزء منها اربعة ونص. الجزء الثاني الله وعلا بكم. هنحط مكانه سين. يبقى قانب جيم كلها عبارة عن اربعة ونص زاية سين. طيب. النسبة دي انا معرفش بها حاجة مش هشتغل لها خلط. طب. عايز اعرف ده قيمة السين. يبقى هولا اربعة ونص زاية سين. تساوي. واعمل معرفة تلاتة في تسعة. على اربعة ونص. يبقى اربعة ونص. زاية سين. تساوي. تلاتة في تسعة على اربعة ونص. هتبقى الاجابة معايا. تلاتة في تسعة. سبعة وعشرين. سبعة وعشرين على اربعة ونص. تنطبع الاجابة تساوي. اربعة ونص زاية سين. بتساوي سبعة وعشرين على اربعة ونص. اربعة ونص. و سبعة وعشرين دونه ستة طبعا. الاربعة ونص ووجه هتجي برا بالسالب يبقى السين بتساوي ستة ربعة ونص بتطلع السين بتساوي واحد ونص صمتي. وهو ده المطلوب. انا عايز تقول هيل جيم هيل جيم اللي بتساوي واحد ونص صمتي. بيقول لي هنا الف جيم بيوازي هيل ده. فيه توازي يبقى عندي تبادل. اهو عرف زده هذا. يبقى زوية الف بتساوي زوية ده. وزوية هيل بتساوي زوية جيم. وزوية ده بتساوي زوية ده بالتقابل بالرأس. يبقى انا اقول له بما انه الف جيم يوازي هيل ده. اذا قياس زوية الف هتساوي قياس زوية ده بالتبادل. وقياس زوية جيم. هتساوي قياس زوية ده بالتبادل. وقياس زوية الف بنه جيم. هتساوي قياس زوية ده بالتقابل بالرأس. طيب. انا اتتاوي شروطة حقاها في الزوالة المتنظرة ومتساوية. يبقى اذا اقدر اقول له ان المسلس الف بهم يشابه المسلس دال بهم. بعد ما سابدت التشابه نفس الفكرة ونفس الطريقة. هابدى ااخد تلات شرعة تكسر بينهم يساوي. واقسم الاضلاع على بعض. وبعد كده عود. يلا فينا. يبقى تلات شرعة تكسر اهو بينهم يساوي. ابدأ اقسر. الف بهم. اللي بينظرها هناك دهال بهم. وبهم جيم. اللي بينظرها هناك بهم هين. والف جيم. اللي بينظرها هناك دهال هين. طيب. يبقى الف بهم. الف بهم. فين الف بهم. كلمتها بتساوي تلات. ودالف بهم. في متها بتساوي ستة. وبه. جيم. الله واعلم. ما اعرفش كلمتها بتساوي كاف. على به هين. في متها بتساوي تمام. يساوي. انا بجيب معرفهاش. وهيه ده المعرف. طيب. عايز اجيب بقى قيمة البه. ايه. اللي بقول البه هين بتساوي. تلاتة في تمانية. على زك. تلاتة في تمانية في اربعة وعشرين. اربعة وعشرين على ستة. فيها الاربعة صند. وبكده نكونوا اثبتنا ان المثلاثين متشابهين. وجبنا طول الضرع المطلوب اللي هو بهجيم. وبكده نكونوا انتهينا من المسألة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة